مصر احكمت قبضتها الحديدية على الارهابيين في المناطق المحيطة سواء في ليبيا او السودان وفي الداخل ارتقينا خلال الفترة الماضية كيف وصل الارهاب الى مرحلة تحرير شهادة وفاته بشكل قطع هذا يزعج هؤلاء يبقى يتم محاولة التشكيك مرة اخرى الارهاب في سيناء ترنح الارهاب في الصحراء الغربية ترنح والجيش المصري يبحث الان عن ارهابيين في جحور الفقران في كل مكان بالتالي بيبحثوا عن منفذ عن نافذة للتعبير عن ان هما لسه متواجدين فكان هذا التقرير التقرير اللي بتكلم بيقول بيدعو الدعوة لوقف المساعدات العسكرية الامنية يعني اخرت خلاصة يعني خلاصة تقريرهم مصري دي دولة وحشة وجيش المصري ده وحش نعمل ايه اوقفوا المساعدات العسكرية لمصر يا سلام هو ليه الكلام ده ليه دي بالذات النقطة دي انا هقول وهفصر ارتقى هؤلاء ان الجيش المصري وتسليحه لم يعد اسير دولة بعينها وانما هناك مصادر تنويع للتسليح المصري معروفة بنجيب من فرنسا للمسترال بنجيب من روسيا واعرفش ايه بنجيب من الصين ايه بنجيب من المانيا غواصات بنجيب امريكا احنا احنا مش شغالين عند حد الدولة المصرية مش ملك حد الدولة المصرية لديها قرار منفرد لديها قرار بيحقق مصلحة الدولة المصرية فموضوع تنوع السلاح خل هذه المنظمة العميلة تقول ايه وقافوا بقى المساعدات وما تدوش سلاح لمصر